من جد التحية على حضراتكم أعزائي مشاهدين فقرتنا التانية من حلقتنا الليلة من برنامج هنما سبيرو هنتكلم فيها عن إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب لوثيقة إلكترونية شعبية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية في إطار الدبلوماسية الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني وإدانة إجراء أمالات يرتكبها جاش الاحتلال الإسرائيلي ضده وغيرها من التفاصيل بيشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا يعني يمكن المقدمة فيها ثلاث حاجات التنسيقية شباب الأحزاب أحبت تعرف عليها أولا عشان أقول أستاذ المشاهدين حضرتكم تكونتم إزاي دوركم إيه بشكل عام وهل هذه التنسيقية تكونت من فترة ولا بسبب ما حدث في غزة ونفس الشيء هنتكلم على فكرة الدبلوماسية الشعبية في ضوء الأداء الشعب المصري الواحد الواضح بشكل لا يخفى على أحد فعيرت حركة دينا تفاصيل طبعا بسم الله بن رحيم حضرتك احنا تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين أعلنت تشنها في عام 2019 وهي عبارة عن منصة حوارية يعني عن طريق شباب الأحزاب تكونت من أجل أنها تكون مكان للحوار ما بين أطياف الشباب ومختلف الأيدروجيات بحيث أن الشباب يبقى لي دور مختلف التوجهات السياسية بالضبط كده وطبعا إحنا زي ما قلت لحضرتك التشنها كان من 2019 وطبعا زي ما بقول لحضرتك إحنا بالنسبة للوثيقة إحنا حضرتك لا يخف على حد المجازر والمشهد الصعب اللي بيحصل في القضاء الفلسطينية والاعتداء الصارخ والتطهير العرق اللي بيحصل للشعب الفلسطيني فكان لازم من إحنا عن طريق دبلوماسيات الشعبية أن نحن نحاول أن نقدم حاجة أو نظهر للعالم أن الشباب المصري أو الشعب المصري بشكل كامل بيقيد القضاء الفلسطينية ويرفض حالة التهجير القصري ويرفض الحالة اللي هي الاعتداء الصارخ والتطهير العرق اللي بيحصل في قطاع جزة وفلسطين المحتلة إذن أنا أشاهد على الأرض الواقع أداء شباب الأحزاب في التحام من عام 2019 بالتأكيد كان الهدف منه تجديد دماء أداء الأحزاب إن كانت قديمة أو كانت وليدة جديدة نقدر كم حزب؟ 26 حزب تقليمي الله جميل ما بين أحزاب قديمة وبين أحزاب نعم مختلف مختلف الأيدولوجيات والاتجاهات السياسية تجمعت واتفقت على حدف واحد أكيد نعم على كلمة تنسيقين شباب الأحزاب والسياسيين إننا نقدر من خلالها صوتنا يوصل وزيادة أعداد الكوادر الشبابية في الأحزاب بشكل يقدر يعني نقول للناس إحنا فعلا موجودين إحنا صوتنا واصل إحنا بنشارك في العملية السياسية إحنا بنشارك في كافة الأحداث على المستوى المحلي والدولي بشكل عام وأنا في نفس الوقت وأنا جيل من الشباب بدأت هذه رحلة زي ما ذكرت حضرتك في دور أنا مش هزخرك بر الموضوع بس أعيزة وأكد على قوة تأثيركم عندما تصدرون مثل هذه الوثيقة وتسمون ما تفعلونه بالدبلوماسية الشعبية لأن حضرتك بتقول أن أنا هنا بنعمل اللي إحنا كانت إشكالية قبلناها في العقود الماضية إن إحنا عايزين أجيال جديدة يتم بضخها في الحياة الحزبية كي تكون هناك أحزاب قوية من أجل أداء سياسي متميز في ظل ظروف تعيشها المنطقة إحنا كنا كلنا عارفين إحنا مش هنتساب يعني يعني إحنا خرجنا ثلاثين نفذنا بكل تميز الحمد العرب العالمين خريطة الطريق وصولا لمرحلة البناء الكبيرة اللي إحنا شايفينها محدش فينا اندهش إن إيه تتم اللغبات الزي من أجل إن إحنا إيه نعيد الكرة مرة أخرى ولكن بشكل أكثر مباشرة حدثني عن الوثيقة نعم هي الوثيقة الهدف منها جمع أكبر عدد من التوقعات من البرلمانيين والإعلاميين ويعني الأحزاب الموجودة يعني في مختلف المشاهد السياسية لزي ما بيقولوا يعني إيه شجب والتنديد وإظهار للعالم ما يحدث في القدارة الفلسطينية ورفض قاطع للشعب المصري لموضوع التهجير القصري وإن إحنا تصفية الأدارة الفلسطينية ده الشيء مش هيحصل أو إحنا مش هنشارك فيه أو مش هنقف سكتين زي ما بيقولوا إن إحنا نشوف الأدارة الفلسطينية بتتصفى قدامنا وده طبعا قرار القيادة السياسية وقرار للشعب المصري بشكل عام زي ما حضرتك شفنا لإسبوعين اللي فاته كان فيه حشود في الشارع بتطالب بواقف التهجير وواقف الاعتداءات الصارخة والهجمات البربرية من الجيش الاحتلال السرائي على إخواننا في فلسطين وفا قطاع غلسة نقط مع فاصل كلمة فخامة رئيس في مؤتمر السلام عودة أمر أخرى زي مشاهدين وجد التحية على حضراتكم في ضيفتنا أستاذ حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب وإطلاق ووثيقة لدعم الشعب الفلسطيني حضرتك كنت قلت أن هذه الوثيقة تضم توقيعات من البرلمانيين والإعلاميين والأحزاب وأشرت لتنسيقية شباب الأحزاب وأهمية دورها وا 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 ساعات أفكرة أقول هل إحنا في المرحلة دي محتاجين وأنتم مجموع من الشباب أنه كنتوا تتحركوا في نطاق أوسع أوسع مع المدارس الجامعات اللقاءات معهم فيه ضوء إعلام غريب. مكسف من الغرب لنقل صورة خاطئة. وتعلم أن الشباب على طول قاعدين على يوتيوب ونزل هذه اللقاءات بقوة. فهل من الممكن أن يمتد نشاط تنسيقية الشباب الأحزاب للمجال ده؟ نعم. هو بالفعل طبعا. بيحصل طبعا. زي ورش عمل أو زي مناقشات بتم فيها استدعاء طلبة الجماعات. والمراحل الكبيرة في المدارس. بيحصل فعلا هذه اللقاءات. بالطبع لو دخلت على صفحة التنسيقية على الفيسبوك أو على تويترا. هتلاقي الاجتماعات فعلا بتتعامل. أخرهم كان اجتماع ماذا يريد الشعب المصري من الرئيس القادم. مثلا. قبل الأحداث. التنسيقية بتشتغل في أكثر من مجال. ولكن هذا دورها الآن في هذه الأزمان. كتنسيقية حضرتك. نحن خليت نحل. فعلا خليت نحل. ما فيش حد ما بيشتغلش. ما فيش حد فعلا. مش جواك. يعني حماس إنه هو فعلا. يعني 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 فعلا يخلي البلد دي. يعني يعني تطلع فعلا. الشباب لازم يكون لهم دور. لا كلنا كلنا على قلب رجل واحد. يعني سواء ولاد أو بنات أو شباب أو شبات. كلنا بنشتغل في المحاور دي. بنحاول ما فيش حاجة تعدي من تحت إدينا. كل حاجة تظهر أو يعني نوصل بيها لأعلى درجات. لتحقيق الاستقرار داخل للمجتمع المصري بكافة مشاكله. ونحاول إنه نحن نحلها. بالضبط. وخرج نشاط التنسيقية من عام 2019 إلى عام 23. نقدر نقول فيه تطور طبعا وخبرة وكتسب خبرة في الأداء. طبعا يعني إحنا كلنا بنفيد بعض. طبعا كلنا زي ما قلت الحضر عليك على مختلف التوجهات السياسية والأيدوريجيات. نحن طبعا من أهزاب جميع الـ 26 حزب زي ما قلت لحضراتك غير الشباب السياسيين. كله بينفع بعضه. كله بيتعلم من بعضه. كله بيحاول أنه في الأخر يطلع نتيجة ويعلي مصلحة البلد. وفي نفس الوقت حضراتكم على اتصال بالبرلمان والأعلميين. نعم 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 نحن عندنا طبعا فيه كتلة فيه عندنا 48 نائب في تنسيقية شباب الأهزاب والسياسيين. حلو قوي. طبعا وعندنا طبعا يعني كتلة برلمانية طبعا يعني صوتنا بيوصل يعني ولينا مردود في الشارع الحمد لله. الوسيقى الإلكترونية. نعم. لدعم الشعب الفلسطيني صادرت بالفعل. صادرت بالفعل. وحتى الآن فيه تقريبا ما يقرب من أكثر من عشر تلاف توقيع عليها لغاية دلوقتي من برلمانيين وإعلاميين وشخصيات مصرية وعامة وسياسية وحزبية. على مستوى مصر كلها طبعا متعاطف وبيشجع الخطوة. لأنها طبعا زي لحضراتك شفتها احنا بنقدمها باللغة العربية والإنجليزية. بنحاول أن احنا نوري العالم كله. هي أكيد كألكترونية يراها العالم. بالضبط يعني. حدثني عن مردود الدخل. هل هناك بذكر التأييد الغربي لإسرائيل. هل وصل لكم أي مردود سلبي كان أو إيجابي. نعم بالتأكيد طبعا لأن زي ما حضراتك عارفة. والقراءة. الإعلام الغربي زي ما حضراتك عارفة طبعا في حالة من التعتيم وحالة من الكيل بمكالين وحالة من التطرف. على فكرة إعلاميا فيما كنا نتهم به في الماضي يعني يعني يعتبرهما في حالة صعبة جدا كأداء إعلامي. يعني الناس كانت يعني بيضربوا المسأل بالسين إن إحنا سايفين السين إنهم تقول إيه. كله 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 كبير ده كله أداء مختلف خالص يعني. يعني حضرتك الناس فعلا بتتفاجئ باللي بيحصل أو بحقيقة القضية أو بحقيقة اللي بيحصل. الناس فعلا بره ما تعرفش لأنه هو ما شفش فوثيقة زي اللي احنا عاملينها دي. أنت لما تيجي تقدمها أو توري الناس يا جماعة ده اللي بيحصل دلوقتي فيه تهجير فيه تصفية عرقية فيه ضرب المستشفيات. أنت عندك سبعة تلاف شهيد وضحية حتى الآن أكتر من ستين أو سبعين في المائة منهم من النساء والأطفال. وعند حضرتك أكتر من ألفين واحد تحت الأنقاض وأكتر من خمس تاشر ألف جريح وأكتر من مائة ألف وحدة سكنية تم هدمها. في ضوء ما نحن نحاول كشعب أنا بتكلم على ما أشوفه في مصر يعني ما أعرفش بقية الدول العربية الوضع. في مواقع التواصل الاجتماعي إحنا تحت يعني مش كل بوست حضرتك كثير تدوس بوست يقبل. كم الرفض لبوست تتنزل بتنزل غير عادي يعني هو حجبك يعني زي ما فيه تعتيم إعلامي أو تزييف صور هو بيقفل بيقفل على أي بوست يتنافى مع توجههم. أو يعكد لأن هذه بوست ممكن تكون بتعكس قوة ما هو مش عايز الغير يراها. دي حقيقة فعلا هو مش عايز حد يعرف الحقيقة ومش عايز حد يشوف الواقع. وزي ما حضرتك قلت يعني في الفقرة اللي قبل حضرتك مثلا بتكلموا أن عضو في الكونجرس طالع بإزاي الإسرائيلي يقول لك كلنا إسرائيليين أو كلنا يهود. فطبعا لا فيه في حالة من التعتيم وفي حالة من يعني من هل هو في رأي حضرتك وحضرتك شاب يعني فيه لقطة زي دي عندما تقرأها وأنت تطرق هذا المجال السياسي رغم أنك أنت في مقترب العمريين أو زي ملايك. أنا فيها زي اللقطة من يرتنت يا زي يقول لنا هو هل هنا يعلن دعمه أم يقول. هو مش بعلن دعمه هو بقول أنا واحد بالنكوة. أيه هو بقوله أنهما هما. بالظبط يعني. بالظبط يعني. الفكرة هو مش بعلن دعم. يعني أنا ما شفت يعني حتى إحنا على حجم مساعدتنا وتأييدنا للأدالة الفلسطينية وعدم تصفيتها. يعني ما حدش فينا يعني هيطلع بالفجاجة دي أو باللأ. إحنا الحمد لله عندنا قيادة سياسية وعية. عندنا قيادة سياسية حكيمة. عندنا السيد الرئيس طبعا والشعب المصري كله وبجميع أطيافه. ملتفة حواليه ومؤيد قراراته. لا وهناك تفاهمات دون كلام. نعم بالظبط. في قدرة لقراءة التوجهات تكون إزاي. خلينا نوصل حوارنا بعد هذا الفصل. نجد تحية لحضراتكم. أستاذ حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب. كلمة مهمة جدا. طبعا. غياب الأفق السياسي. والتصور غياب متعامد. بالظبط. صح؟ بالظبط. تجاهل. تجاهل. تجاهل طبعا. بالظبط. هو طبعا. يعني. الكلام ده. زي نقول لك. طلب أحسن. يعني على جميع الأصاعد. 48 الغياب. الآن تكون شوية بيأخذ شكله في القضية واحدة. والحضف واحدة. بالظبط. فطبعا. احنا لازم طبعا يعني. عشان كده. زي نقول لحضرك. احنا الوثيقة اللي احنا كنا قدمناها. تمام. أو زي ما بقوله. ممكن بشكل تاني الدبلوماسية الشعبية. أو قوة مصر النعمة. عن طريق مثلا. يعني مثلا. حد زي. النجم المصري محمد صلاح. لما طلع على صفحته. وتكلم عن. القضية الفلسطينية. وعن إزهاق الأرواح. وعن وعن. ده طبعا. يعني بيوضح للعالم كله. بيوضح للعالم كله. بيعرف العالم كله. لا. احنا فيه هنا. جريمة حرب بتحصل. في قطاع غزة وفلسطين. انتم فهمينها. أنا أتصور. أنا فعلا فعلا فكرة. إن الشعب المصري. هو. والتحامو. والتفاف هو حول القيادة السياسية. هي من تجعل كل من يستهدف هذه الدولة. أو القضية الفلسطينية. ومن خلالها الدولة المصرية. يستطيع أن يقرأ قراءة واضحة. بسبب موقف الشعب المصري. وكما ذكرت الدبلوماسية الشعبية. لا أتصور بذكر طبعا. ويمكن ده طبيعي. واناتيك طبيعي لرحلة طويلة عاش الشعب المصري. عبر عصور من الحروب المتتالية. في نفس المنطقة. أنه ممكن يكون فيه مسيره في دولة تانية. بالنسبة لي خيار زي مثلا خيار الحرب. ده خيار برضو يعني الحماس بتاع الشباب. الكلام بالنسبة للشارع. ما أنا بقول لحضرتك. ما دورنا بقى أنه نفهم. نحن كل يد بقى فخامة الرئيس. ولكن الحماسة موجودة. من المفترض أنه نعمل لها. هم مش خارجين عليها. بس لازم تكون. وكأنهم يجب أن يتدربوا. على أن يحافظوا على دي الحماسة. بالنسبة معقولة. بالزبط. يمكن السيد الرئيس في تفتيش الحرب في الجيش الثالث في السويس. قال الجيش المصري جيش دفاع. وطبعاً نوجه العديد من الرسائل الخارجية والداخلية. أنه نحن جيش دفاع. وأنه نحافظ على مواهد السلام كم ديفيد. وأنه نحن نحافظ على حدودنا ونحافظ على بلدنا. بس يعني زي ما قائد الجيش الثالث نفسه قال. يعني مستعدون لطي الأرض. فطبعاً نحن جاهزين لكل حاجة. بس طبعاً إن شاء الله بإذن الله. ربنا أمن. يا رب. طبعاً إن شاء الله بإذن الله. ونوئد المؤامرات وما يراد. بإذن الله. إذن كان للقضايا السلسطينية أو لمصر. أستاذ حسام حفني عدو تنسيقية شباب الأحزاب. أشكر حضرتك على وجودك معنا. شكراً حضرتك. وقبل أن أشكر حضركم أعزائي مشاهدين. اسمحوا لي أشكر الزميلة. صار مشهور لمرافقتنا بالترجمة. إن شاء الله غداً تلتقونا مع أسرة جديدة من هنا مسفير. وحتى ذلك الحين لكم إن أرق الأمنيات. شكراً لكم. إلى اللقاء. شكراً لكم.